اشتركوا في القناة انا مدري عن الجيل الجديد لكن ترى اوسمى رانكينج يذكرني بأيام حلوة وجميلة كان فيه على أيامنا بالزمنات على قولة رفعنا انيميات حلوة تعرضة على سبيستون زي الحديقة السرية واشياء كثيرة جميلة فاوسمى رانكينج ذكرني كده بأيام حلوة الا ان الرسم فيه جدا جميل والقصة فيه ولا انها مو بجديدة الا انها حلوة وجميلة ما حست فيه كمية ابتدال كثيرة في هذه الحلقة بنعرف اذا كان انيمي وهو سمى رانكينج يستاهل اننا نطبله ولا لا خلونا نسوي بريك داون للقصة الحين القصة تتكلم باختصار شديد عن الامير بوجي بوجي امير صغير كده كيوت ومشاكل نموك صغير ويا سينا احبه احبه اوه يا ويلي والله لي احبه ذا البوجي سبا اوه والله العويد كده كيوت الامير الشاب ابن الملك الملك توفى والمفروض ان اكبر ابنائه اللي هو الامير بوجي يتولى الحكم ولكن الاغلب صوت على انه بوجي ليس مؤهل لقيادة المملكة او للحكم وذلك بسبب انه ابكم واصمب بنفس الوقت فبالتالي اسقطت عنا اهلية ورافة الحكم وصارت عند اخوه دايدا طبعا هذا اخوه من امه عموما زوجة الملكة الثانية ام دايدا مع بعض الحرار صوته على انه دايدا يكون هو الملك بعد ما توفى الملك لكن بوجي زعل كان بخاطر انه يصير الملك بل انه بوجي بنفسه يشوف انه عند القدرة انه يحكم ويتولى امور زمام المملكة ومن هنا تبدى الاحداث دايدا اول ما تولى الحكم بده يصدر اوامر غريبة من ابرزها انه يقوم بتصفية جميع الحراس اللي صوته ضده او اللي ما صوته معه علشان يكون الملك وايضا اراد انه يذبح اخوه بوجي علشان يكون الملك له فقط عموما شعر بوجي بالحزن والاسى وقرر انه يطلع في رحلة علشان يصير اقوى واخذ معه هوكورو ودوماس وهذوري اثنين طبعا هم حراس من حراس الملك لكن في الطريق يتفاجأ بخيانته من قبل دوماس طبعا هذي كلها باوامر الملك دايدا الجديد حاليا وكان على وشك انه يموت ولكننا الحمد لله نجاه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل خاقي خاقي عاد هذا سالف تسالف هذا بالحالة المفرض انه يصير له كامل كاقي هو صديق بوجي وهو الوحيد اللي امن فيه بالاضافة الى ذلك ترى الوحيد اللي قدر يفهم بوجي خلال دي كل فترة هو كاقي انا ما اتكلم من ناحية الكلام والاستماع والمحادثة بحكم انه بوجي ابكم واصم لا 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 قدر يوصل حتى القلبه يعني لو انتابع مثلا في بدايات الانيمي كان كل ما يمشي بوجي يجيه كاقي اول ما تعرف عليه ويقول لها عطني يعطني فلوس عطني ما معي فلوس ما معي شي طيب خد ملابسي وصار بوجي كل يوم يروح الكاقي فقط علشان يشوفه صار يجهز نفسه ويروح بس عشان يعطيه ملابس عساس يشوفه فقط لا اقل ولا اكثر لكن بعدين كاقي قرر انه في يوم الايام يرجع معه ويشوف اش وضعه هذا آدم يخبل يجيني كل يوم ويعطيني شفيه يوم رجع وشافه ودر ان الناس يتنمرون عليه تسامنا مع ذلك بنفس الوقت ترى بوجي كان فهم السالفة كله وكان يرف مشاعر الاخرين حس بوجي بانه ما لا ما هكذا تورد الابل ياخذان مفروض انه مفروض ان الناس يقفوهم معهم مفروض انه عنده احد يسانده ومن هنا بوجي وكاقي صاروا اصحاب عموما نستكمل القصة يذهب بوجي وكاقي الى شخص يقال انه يدرب الناس ويجعلهم اقوى الشخص هذا اسمه ديسبا وفي الاخير كاقي وبوجي قدروا يقنعون ديسبا انهم يتدربون عنده علشان يصير بوجي اقوى وبالفعل بوجي صار اقوى على فكرة ترى بوجي كان مرة خبير في المراوغة كان يعرف يدوج مين يسار فوق تحت لكن ما كان يقدر يسوي كاونتر ينما كان يقدر يرد الضربة والدليل على ذلك لما شفناه يتقاتل مع اخوه دايدا كيف انه كان يقدر يراوغ لكن واحد من الحراس او المدرب تبعينه قال له انت ما يصلح انك تراوغ فقط يجب عليك انتهجم وما قدر وبالتالي يتأذى بوجي عودة للاحداث مرة ثانية نلقى بوجي قدر يقوى عن اول على الجانب الاخر عندنا وحدة اسمها مارينجو هادي فتاة كده ساكنة في مرايا تشتغل اعساس كنها مستشارة عليت حال قدرت تقنع الملك الجديد دايدا انه يشرب اكسير او بوشن او جرعة وما الى اخرين الجرعة هادي مارينجو كانت تقول دايدا انها بتخليك اقوى وقدرت فعليا تقنعه انه يشرب هذه الجرعة لكن المفاجأة هنا انها مارينجو كانت تبغى دايدا يشرب الجرعة هادي علشان يبعث الملك بوس من جديد في جسد ابنه دايدا يهو كن الأحداث بدت تتقدموا كن المواضيع بدت تتعقد ايش في ايش اللي صاير اول ما فتحت الانمي قاعدت تتابع فيه ولما شفت زوجة الملك اللي هي ام دايدا خالة بوجها وعمتها ايش ما كان من مسمى توضلوا ما هو ما تحبه وما الاخر قلت في نفسي شس سالفه لا يكون هذا مسلسل كويتي كده ولا مسلسل خليجي خايز بنقدر نتابع كل دراما ومرت ابوي ومرت امي ومرت خالي اصبر وش مرت امي هادي جديد علي عموما المقصد ان احنا ما كنا نبغى دراما لا لا احنا كنا نبغى نشوف بقوس وقتالات وسين وقصة وكنز وماكنز وتقييم الملوك لكن انه كانت الحبكة حلوة ما عليها على اية حال تفاجأ الجميع من عودة الملك بوس في جسد ابنه دايدا وبالاخص ام دايدا اللي قالت في نفسها كيف كده زوجي يرجع لي بعد الموت في جسد ابني ايش فيه يا امي فبالتالي قررت الاميرة هيلنغ او الملكة هيلنغ الانشقاق من الملك بوس والمحاولة في استعادة ابنها لجسده لكن بنفس الوقت كان في حراس قرروا انهم يتبعون اوامر الملك بوس لانه الملك حقهم يعني كانت بينهم وبينها عشرة فبالتالي اصبحت المملكة عرضة لخطر شديد وكل من قاعد يمزق في الثاني اذا اصبح عندنا خلافات داخلية جو المملكة والمصيبة الكبيرة انه كان بنفس الوقت هذا كان فيه مساجين في العالم السفلي بغوا انهم يطلعون يهو هذو اللي قاعدين يتحاربون هذو اللي قاعدين يتحاربون في مساجين بيطلعون خلاص طاحت المملكة راحت راستينا وقعت على قوة ربعنا في مصر والان يصير المشهد كالتالي بوجي ثماء يقودان جيش لتحرير المملكة واستعادة الحكم مرة اخرى زوجة الملكة الثانية هي من اسمها ترى تهيل كده خذ هيل اعالجك زي سراكة تعطيك دبليو كده ولا نامي ولا هنا ولا يعني تعرفوني يعني هي هييل طب خلاص ابعطي فرصة لحقين اوفر واتش ميرسي يالله ولا تزاعد ها ميرسي لوسيو الزب انها هيلي يا اخي الرأي هي هيلي ايضا تقود جيش وتتجه للمملكة علشان تستعيد ابنها دايدا اللي محبوس في مكان ما بداخل جسمها واللي مسيطر عليه ابوه الملك بوس والمشهد الثالث اللي هو مجموعة من المجرمين او الاوتكاستر ايش ما كانوا الناس الاشرار اطلعوا بقيادة ديشة من العالم السفلي علشان يستولون على المملكة ويعيثهم فيها خرابة عرفتوا الآن المشهد تبع الانيمي متجه الوين بالضبط كل ما له الاحداث تتعقد كل ما له الاحداث تكثر اضافة على ذلك هناك بناء جميل الشخصيات تذكرون ديسبا كيف انه دف الامير بوجي وخلاه يطيح الى تلك الهاوية هنا جاءنا تجسيد فعليا ان بعض الناس قد انهم يدخلون في خيارات او يختارون اشياء المفروض انهم ما يختارونها او انهم ما يبغون ينحطون فيها كثير من الناس ينحطون في المواقف ما اودهم انهم يكونون فيها من البداية فبالتالي الانيمي هذا فيه عمق حتى في الكتابة وبناء الشخصيات ناهيك عن ان والله العظيم الرسم فيه جدا جميل بوجي كذا بطل ما قالوا لك المال الا انه هو كيوت يا زينا يا حليل بعد هذا ايهلا اعزاء الكرام تطوروا الاحداث ويتحد بوجي سماء مع الملكة هيلين ويروحون للعالم السفلي علشان يحاربون المجرمين اللي يطلعوا يبغون يسوون انقلاب في المملكة ويعيثون في الارض فسادا وقدروا انهم يحلون الخلافات اللي بينهم لكن المصيبة انهم وقفوا وعاجزين قدام شخص اسمه وكان يهو هذا هذا مرة هذا هذا انسان كذا صعب ما او بي لعنة ما هتقدر كذا فعليا ناندا يوكل يا با عموما ترى اوكن هو الاخ الثالث لديسبا وايضا ديشان وتعرف ايضا قوته بالخلود علشان كذا مرة او بي لعنة وقفوا قدامها عاجزين واصيب الجميع بجروح بالغة كادت ان تؤدي بحياتهم الى الموت لكن في النهاية كذا فهجأة طلع الملك بوس من جديد وقدر انه يحبسه داخل صخرة وبالتالي اصبح في مواجهة بينه وبين ابنه بوجي سمى 1v1 كذا ينتصر بوجي على ابوه الملك بوس ويستعيد اخوه دايدا من المكان اللي كان داخل فيه داخل جسده تزامنا مع ذلك دايدا كان يشوف مارينجو داخل المكان اللي هو كان محبوس فيه فيقرر ايضا انه ينقذ مارينجو من نفس المكان اللي هو كان عالق فيه داخل جسده وكل هذا طبعا بناءا على طلب من ابوه الملك بوس ويقرر فجأة انه يتزوجها ويسامح على كل الخراب اللي سوتها في المملكة بسبتها ويتنازل في النهاية للحكم ويرجعها لأخيه الكبير لكن الضحك وين في الموضوع انه بوجي ما يبغي يصير الملك بوجي قرر انه يطلع مع صديق عمره ويأسس مملكتها الخاصة كما فعل ابوه سابقا فعليا من الاشياء اللي تونس في الانمي بوجي يانا فيه مروه وشيما عالية جدا وفوق هذا كيوتو حبيب يا اخي الله بوجي اكسم بلاي فوزمعنا بافضل شخصية خلال العام ذاك من الشخصيات اللي ما ذكرناها وقف في صف مارينجو وكمل معاها الى النهاية وايضا عندنا واحدة من الشخصيات اسمها بابين طبعا هو احد الحراس الاربعة للملك وايضا يعرف بمربي الثعابين الا انه لعب دور محوري في قصة بوجي تذكرون لما كاكي كان محبوس هو اللي اخلى سبيل كاكي علشان يساعد بوجي سما في المستقبل بل انه تنبأ ان بوجي سما راح يلعب دور كبير في انقاذ اخوه دايدا عندنا الشيطان الكبير اللي يسمى كذا ديمون هو المسؤول عن تحقيق الامنيات مقابل اعطاء اقرابين كما شفنا مع الملك بوس وابنه بوجي ميت سمتا وثعبان كبير وعندها ثلاث روس وبرضو من الشخصيات الجديدة بالذكر شنا او الملكة شنا اللي هي ام بوجي او زوجة الملك الاولى اللي ما ذكرت عنها اشياء كثيرة في الانيمي كامل يعني لعله بس فقط اشياء سطحية ونجي الان ايها العزاء الكرام الى فقرة التساؤلات في الانيمي وعدنا حب الفقرة هذي مرة كويسة شفنا الحب الكبير بين مارينجو وبوس وكيف قامت مارينجو تحارب باستماته من اجل ان بوس يرجع مرة اخرى الى الحياة طب ليش ما تزوجهم من البداية ليش مارينجو طلبت من بوس انه يتزوج مرة ثانية ويجيب منها ولد علشان يرجع الى نفس جسده طب ليش بوجي كان موجود لو كان الملك من البداية يبغى يستولي على جسم ابنه دايدا طب ليش ما خلاه على طول مباشرة الملك بعد ما مات ليش كتب في وسيطه ان الملك اللي من بعده مباشرة هو ابنه بوجي ايش امر بوجي كملك شفنا انه اوكن تم قطع رأسه وطاح في البحر واكلته سمكة هل فعليا مات طب الجسمه ما زال يتحرك هل فعليا مات هل بيرجع ايش السلف بالضبط هل سيصاب دشه بالجنون بعدما اصبح الملك رقم واحد في العالم السفلي لانهم يقولون ان الملك رقم واحد في العالم السفلي راح يقدر يطلع على الكنز الذي يجعل الملوك يصابون بالجنون فقط بمجرد رؤيته وعلى فكرة ايش هاد الكنز اللي انت اول ما تشوفه مباشرة تصير مجنون على اي اتحال وصلنا لنهاية هذه الحلقة لمراجعتنا الانيمي والسما رانكينجو مع فجي سما بالنسبة لنا هل والسما رانكينجو يستاهل التطبيل ام لا نعم هات المرويس يا جماعة هاتو